في نظري ما بين أكبر النعم اللي غادي يردق بيها مولانا أو اللي يقدر يردق بيها مولانا قبل زواجك هي أنه يبيل لك الحقيقة ديال دك الشخص اللي ناويه أو اللي ناوي تكمل مع حياتك باش تمه غادي تقرر وتشوف واش أنك قاد على شنو جاي من بعد ولا لا كان اللي كتقبل على كل شيء وكتكمل وفي الأخير كتندم وكان اللي كتب غير راسة وكتقول ما مثل كان يشتركو نتسلنا خير حسن منو حكاية الليلة زينب غادي تقسم معنا القصة دياله غير هو في النهاية غادي تحتاج نحنا كالمتابعينها سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلامي لي كنتم أنكم تكونوا بيخروا إلى آخر أموركم هنية وحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد أينما كنتم كنت اليوم كنفكر أنني أخدم لكم صوت بدون صورة ولكن قلت ما الأحسن أنا نبان لأنه هذا الشيء يعطي لمسك يخليكم أنكم تركزوا أكثر في الحكاية فما تبخلوش ليب أنكم تضغطوا على زر الإعجاب وتخليوا ليشية علاق زوين وأناكم تشاركو هذه القناة مع اللي قريب و اللي بعيد فاخر ما تعطلش لكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنا بدأ أنا زينب كبرت في أحد الجولي والحمد لله حنا بيناس بعادية لبنات كبرنا وسط الجو عادي جداً صحيح أنا هدوزنا واحد الفترة من حياتنا كانت عاويصة فاش بابا خان ماما واصلوا الطلاق لكن دخلوا العائلات وصلحوهم ومن بعد سيؤديوا مناسك الحج من بعدها ستولد خسي صغيرة من بعدها عشنا حياة لي عادية أنت على جميع الأصار المغربية مرة بطن ومرة طالعين حاجة لي كانت عادية جداً كنت في قريتي غدام جيداً في ابتدائي من اللي طلعت الإعدادي كانت شوية المراهقة وراءكم عارفين ولكن الحمد لله أنا كنت تسدع ليدك الباب إذا كانت عندي غير ساعة خاوية كنت نرجع للدار كنجري وهذا كانت يسبب مشاكل أصحابتي مع والديهم لأنه عندما يرى أن يدك الساعة خاوية جاء للدار تبدوين لهم أولادهم في التاسعة ديالي سوف يموت جداً لله يرحمه وأول مرة سوف نعيش في موت في العائلة نجحت وطلعت للليسي العام الذي ندخل فيه للسان كيام لأنه كانت شكارة أولدت حتى أنه كانت السكن وكانت تهلاف راسي قدرت أصحابات وطلعت مع القسم ديالي ولو يشوفوني ويقولون فيها العياقة ومتكبره كان الولد معنا في القسم لم يكنت تعمل نائياً بحال ليس مع الفار إذا جاء وقف في الجماعة أنا سأمشي إذا دازم حدايا تقولي يا لطيف ويمشي إذا كل شيء كنت تنعيره لأنه كان عامر وطلعت للسيزيان وطلعت معي في نفس القسم والأستاذة ديالي كانت تقولي أنت تحكمي في القسم كيف ما بغيتي أجل بلاستي أنا أعطتني المهمة لأنه كنت متفوقة فكانت تقولي يا ترحي الأسئلة التي بغيتي وتلمد خصهم يجاوبك وحيث أنه لم يكن نحمل هذه الدرية الذي سأعطيه لي اسم مراد لأنه سيعيش معنا القسم كلها فلم كنت نحمله كنت أحقر عليه ولم يكن يعرف أن يجاوبني لأنه كنت أعطي الأسئلة لهم صعب وش هام مرة جرت علي الأستاذة بسبابي ونقصت لي النقاط إلى ما غير ذلك مع قوة الاحتكاك في القسم والذي كانت تفعله شوية بشوية وحيث كانت تعمل عبا في الحانوس فكنت كنت سلفوض فطري وطلقنا مع بعضياتنا تقربنا أكثر ولا صديق المقرب ليا ولينا ديري محل الخوت قاعدك الكره كأنه عمره ما كان مبيناتنا في الأخير بدتك نلاحظ بأنه بذلك يدير تصرفات لهم غرابين ولم تفهم تصرفات اللي مبقوش ديال الخوت شكيت ووهدت مع واحد البنت صاحبتي بحكم أنها كانت تقارية معها من قبل فقلت لها أنا مفهمش هات التصرفات ديال الموراد اللي كي يدير خصوصا فاش تشوف شي دري جايس اللي معلية تيجي كي يجري وقف فعلية باش أنه يعرف شنو تدور في ذلك الحوار فين غادي يبقى حظني فين غادية فين جاية كاد نكون لابسه شي حاجة تقول لي كان منتبه الابسط الحوايج فيها وكانت يلاحظ عليها من يصفت صاحبتي بدأت تصرف معها باش أنها تعرف شنو كاين بحاجة عما تقلق لي شنو كاين في السوق بدأت تصرف معها وقال ليها راه زينب ماشي غير كان تعجبني ولكن كان بغيها أنا عقلي كان خاوي من هذا الشي هدفي أني نقرأ نعوض والدية نوصل شي بلا يصف عقلي وباغا نقرأ باش مما كان أنا نجحت في سنة زيام وهو لا لأنه ببساطة كانت غيبة لكن بقيت العلاقة دينا مزيان وكنت كان نعاونه ديما في الباك دي الوطني كنت كانت تلقى يتسناني ويسولني كيف هش دوزتي هذا الباك والسبوع من بعده سأتنصوني له نسوله ولكن ما جاوبني مرة ثانية فاش سأتنصوني جاوبة نمو ولحت التليفون بالخلال صاحبتي التي قلت لها دبي فق موراد وسأتنقولها له حاولت أن نحافظ على العلاقة التي كانت مبيناتنا من بعد تلقى اللافاك بدأت نقرأ وكنت نسول فيه وهو كان يريد أن نبقى داوية معها 24 ساعة لا يمكن لي طبيعي لأنه عندي محاضرات ومتحانات كذبت عليه بأنه بابا يريد أن يحيد لي التليفون على قبل القراءة من بعد عرفت بأنه أي حاجة قلت ما بيني وما بينه تخرج لصحاباتي فأنا نقطع معه وسديت عليه وبدأ يقلب عليه ويقف عليه فأنا كنت نرفض من بعد سأتجرب بأنه سأتجرب معه وهي باسلة ودخلت معه في مواضيع ولكن لم تشجلها حيث يشعق بها أنا أتجربت معه وقلت له بلوكها من عندك حيث لا يمكنك أن تقوم بها كان هو ما يجعل لي وكل عيد ميلاد كانت يأتي بياركة والتي أريدتها كانت تتوصلني خاصة نحل عليها كانت مدوز عليها تلك الأفلام والمسلسلات كانت تقرأ وفي نفس الوقت كانت تعمل مع أبه أرجعت العلاقات من بعد لافاك وكانت نخرج مجموعين وإذا أريدت بلصة كانت يديني لها أخذت إجازة ودفعت للمسلسل لكن كان في بلصة بعيدة وهو سأتبعني وقال عندي حتى أدوزت امتحان كيف سأتقبل في لافاك لا أخذني ندوز المسلسل في المدينة لأنه بعيدة بحكم أني غير كارية كانت تسجيل فيه وكانت المسلسل مراد وقال صديق كان يحضر ويجبني 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 لديها فطور أصبح العلاقة لدينا كان يشفر بأنه أصبح كذنب كانت عائلة عائلة بابا وابا كانت باغيه لي انا في الاول سكت ولكن من اللي هدرت مع مراد وقالت لها مراد وقالت لها عفا كازينب انا باغي كنتي حمسي كل شي وراني دافع لواحد الخدمة الفلانية مع الدولة والتي أعطيت ستاد لي المليون لواحد السيد لأنهم يعيطوا لي من ستاة الأوائل لتقبل عندما جاءت ذلك الفلوس راني قلت لكم منين كان عقل عليه واخدام عباه ويجمع ويجمع والتي أخبرنا أتمنى what you want صافيا أولد الناس منين أنت أخبر المعقول ركا أولا سترى كيف نفكي من أثناء اذا لم أكن أخبرت فأبا كان بغيه وقتع لي المصروف وقتع معي موضة وانا نوضت صداع لكي لا نخرج مراد على شكل ما زال تقولي حاجة فأجت نرى والتي لم يكن أخبرني وكانت يبكي ويقال لي لأنني لا يمكن أن أجل داركم بوحدة لأنك سوف يرفضني وخص وديدي معي كل مرة دارهم سيعطيهم الأعضار بما أنت صغير، بما أنت صغير، بما أنت صغير، بما أنت تكمل قريصة إلى ماء آخره وفي نفس الوقت لا يمكن أن يخسرني خاطري لأنهم نشرنا الخاتم ودهزنا واخذنا التواب وخيطنا كنا موجودين كنا وغير دارهم من كانت يحكي على دارهم كل مرة سيعطيهم سبا وقد قلت له مالها خايفة على رسمه ولم تقول هذا الكلمة التي قلت بها لها كانت تكيب، وماما قلت بأنه كانت شيئا موجودة لها وقلت تلك المرات والتلفوني ومشت هضرات معه وقد قلت بها، وقد سيعود لها كل شيء من الأول وأنها باغيها وأنها المشكلة فيها وما أنت تنزل على زينب وأنها تقرأ وليس كما تفرق عليها من غير الموت أي شيء عودها لماما كانت بيناتنا وقد رأيت نيتو صالحة وأنها أريد أن أصل إلى بعيد ستساعدنا أنا ذاك كانت جدتي توفات فكانت القنازة والروينة وبما أن الأم كانت تهضر مع ماما فمسحت كل شيء في الأب وليس كما أريد أن يزوج ولده فقلت لولدها بأنها قلت تلت علينا وهي ما جاتش هو مفرطش جاء للدار وكانت تسخر الماما ووقف على العزاء وكل شيء ثلاثة ذاك الروينة سننوض نوية مشكلة على الدار لأنه كل نهارة يقول لي اليوم غدا سندفع في دار السكال اقتصادي تلو واحد سيمانة ونوضت مع صداع كبير ومشينا بزوج زيارته حتى يدفع فيها أما القضية أنه دفع ستادي المليون في الخدمة الخراسوب اللي أنا وتنصب عليه ومشينا بحدي ومشينا بحدي أمو سيأتي بحلي بوسكار ونضع لأساس الهضراء سؤالت ماما ماذا هم الشروط اللي بغيتو على ولدي نحن نقل لنا لم تكن شرطوش وهذه الهضراء رادي للرجال ومشي دينا بقى كان عقل على ذلك النهار كانت نقص بالفرحة حتى وجدت أمو ذرة الخطوة الأولى من بعد بشي أيام دوام معي وقال لي أنا أمو دات عليها واحد الملاحظة في جسد ديالي وقال لي وقال لي أنا أود شيء لا يدقلش وآخر مرة نسمعها منك من بعد عام عطيت لنا أمو مع العشرات ديالليل وقال لي بلنا بلنا سأأتي وعندكم لغد له لكي يخبرون مع بابا عاد أننا كان جري ونقادوا ونجيبوا جاء العجب ومشينا بكي ونقيت راسي بلنا لم أبقيت قد ناسم ونحلم بالفاعي ولم نستطيع ولم نستطيع لم تفهمت ولم تلوحة كنت تفكر هاليوم كانت ترحد كانت تغوط وكانت تبكي وكانت تركل فشدرنا شاهدوني بحالها كاك عارفوا بأنه شيء حاجة ماشيحة لها باباكي عارفوا واحد صاحبتي ذات الرقية سيجري وقال لي كيف سيبدأ الرقية كنت نطق بسمها والتي هي أمو على أساس هي ذاتي السحر كليت العصام وبقيت مسبعة الروتين ذاتي وصلتي في الوقت قال لي هذا الشيء ماشي من عائلتي سيكون غير من عائلتك لا أستطيع أن أقول لي الصراحة بأنه أمو السبب وكنت أقول لي بأنه غير تخطيت شيء في الزنقائي المهم تهزي المرحلة وقال العيد الكبير وقال لي حولي لي وتفكر وعيدة وصلنا مع عائلته وبركنا لهم وقالوا لنا بأننا نجيين تعشو عندكم بابا سيهزي نص الحولي ودع إلى الفران لذلك كنت نوع منهم نعم ماذا؟ لماذا؟ أرى عائلتي لدينا نعم لدينا أمو تصبرنا وفعلنا ونضعنا في نصف حولي الذي قمنا بيناتنا وكليناه قمنا بالدم وضرت فيه ولماذا أنتم مع عمركم ما عرضتونا ومشيتو ومشيتو وما زال دابة ما درناه وغير غاديين جايين بابا نضعيت على أبا وقال لي بللي أنا ما نقدر ندير الولد لأنها عائلة كبيرة بزاف قال لي بابا أنا ما نقدرش ما ندير البنتي داروني نفرح بها وندير ليها نهارها قلت لي صافي قل ليها توجد وراقيها هذا الشهر بشأنهم يتوكلوا على الله قلت لي وخا واحد من نهار اتخرت الماما ونضعت ابني علاقة تخرجي قلت لي أنا ما نحسوب عليك ونوضنا المشاكل وكبرت القضية قلت لي وقلت لي قلت لي أنتم ما نفهمش قلت لي وقلت لي قلت لي أمو عيطت الماما وقلت لها بنتك مربيه ومصالحه وابنتك كانت عيشة مع ولدي في الحرام مني الأم كانت تدوي مع ماما بابا سيسمعها قلت لي هاشنو كاين قلت لي هاشنو كاين قلت لي هاشنو كاين قلت لي هاشنو كاين من بعدها بأسبوع قدرت شهادة طبي على عذر يدي عن ثلاثة ديال أطباء صورته ماما وصفتتها الموراد قلت لها في الساعة وقد أرى كبير من الفكات وقد أرى كبيرات ونوى تقرب على معدارهم وستطلب اسمحة من وليدي وستفقى على أساس أن العرس سيكون الموراد العام من وصل الوقت لم يكن لدي الموضوع فكرتك يقول لي يكون اباك مراد يقول لي بابا اذا كانت أمامهم فرصة أخرى هذا النهار الموعود لادوانا بروكيتو وحيت كل شيء من عندي لديه لأنه يتفلع لي بابا تفضلعين هذا النهار لقد حتيت أن يحلي دارنا ويضبح لنا الحاول وعلقا لا يوجد الواقع حيث بابا لم يقبله بابا جاءت بأنه الحاولي معلقت مما فهمت شيئا شرح لي خالي ما هو واقع وقنعه بأن الله يسامح نحن لدينا عدول وصولنا لماذا تفهمته قلت له بأنه سيجعلني نخدم وكتبناها في واحدة الكنترا بيناتنا قلت لدار تفرقنا لقد قلت له تيدويلية لأنني لا تريد مرتي تخدم ولكن عندما نقرأ نتعرف بأنه سيجعل نخدم ونصل إلى طموح الذي يريد أن نحققه ولماذا لا تكتبه في العقد الذي أريد أن يتخدمي؟ المهم أنني قلت له حتى واجتت لأنني لم يكن لدي العدول وقلت له حتى المنمورة شهر حيث عائلتي دابا لا أريد أن يأتي أنا لم أسوقي سيجي بهم أراه بابا جاء مع العدول من المنمورة لأنهم يأتي ورامحنا موجودين أصلا للعشاء ومشجب أمم وحبطوني أنا بالدموع سينيت أمم من بعد ومشت في حالها كما حزنانا حيث كان مات لها شيء واحد من عائلتها ومات لنا أضعنا لعشاء ومات لنا أضعنا لعشاء ومات لها شيء تفرقت الجوقة هنا هو من بعد الأيام الذي يجاوب ذلك يهدبني بالتلقف أي مشكلة بسيط وقعم بيناتنا وخاوة في دارهم وأنا في دارنا لا تنسي حتى نقولها لك لا تخرجي مع أمك ولا مع أبك لا تخرجي مع أخوتك إلى ما غير ذلك أنا صبر على ذلك وقعوا تفاصيل اللي بيينوا لي قبل البناء في شهر تحكمت لي القضية حيث لم يكن بينه وبينه حتى شيء نهار قبل المحكمة بيومين فهمنا بالذي توقع لنا بزوج عنده علاقة بالسحر اللي جاي من العائلة صفينا الخواطر وبابا مش تكلف و تسلف باش أنه يدير لي العرس وغادي ينوض هو من رسول يعلم أموت مراد أنا ما كان فرصي حتى شيء تجيت من الخدمة بالليل عاد علمني بابا وانا نط تعلمت مراد وكتليه رقالوا اللي يديرنا ما كان وما كان ثم يقول يلالا باباك خاصوه يجي قلها لي أنا و ذي لقاع عنا أصلا ما مسلكنيش وحتى التاريخ ما مسلكنيش و باباك خاصوه يشاورني مباسق الأخبار ومشكل الباه اذا بقي مراد تلقى ببنتي سيبقى مدكرا به نطدع كبير من أول وجديد انا استمدة مبقاك قندوي معاه ماتليا طرف من عائلتي جوزارونا ومذكر نهار المياه تترجع للمجاري ديالها والخطر والخواطر كالتصفة لديتي يقول لي أنه عارف زينب بأنه يرعها معك جيدة جدا وعارف راستي بأنه إذا لم تسمح لي معدي فين بات ولكن رغم ما الشي الخطير بالقيام أنت عارف بأنه السحر مقطر علينا وكذلك أنت علي أن تقوم بمتعي هذا الشي كامل سلس لسك ورقي راسك ستطلب مني السماحة وسيقول لي عفك خلينا نستروا القضيه ديالنا حتى ندروا البيضاء في الطاس اليوم أريد أن أقول لكم حكاية للمشاهدة لا أعرف كيف سأقوم بها واذا نقبل أن ندوز به وندخل للمغامرة أو أن ندوز الى حاجة واحدة أخرى لأنه يستطيع أن يكون كحياته كاملة هذه كانت حكاية وهذه كانت حكاية زينبيا سادة يا كرام سأجعل لكم تحتعليق لأنكم تبضعوا في الأراء لأنني لا أعرف كيف سأقولها لا أعرف كيف سأكمل معه لأنه ربما هو مضرور إذا تقرى سكان بخير ستقدر تقديل علاقاتكم أو سأقول لي لا تكمل معه لأنه مدام عائلته لا يريدك وهو لا يوجد عائلته في مقام لا يوجد عائلته في مقام لا يوجد عائلته في مقام سأجعل لكم تبضعوا في التعليق التحت فدمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام